من فارس حاقد على المسلمين إلى قائد إسلام عظيم اليوم قصتنا عن أقوى قائد عسكري على مر التاريخ سيف الله المسلول المليء بالدهاء صاحب الذكر الحميد والنصر المجيد إنه البطل الصنديد وخالد بن الوليد يقال يا جماعة الخير إنه ما خسر ولا معركة لدرجة إنه الناس صارت تفكر النصر مربوط بخالد بن الوليد إيش قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه هل فعلا ما خسر ولا معركة طب إيش صار عليه هذا اللي رح نعرفه بالفيديو يا جماعة الخير انزل اشترك بالقناة وفعل زر الجرس الآن شايفك مش حاط لايك إن ولد في قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو من زغره فرض عليه تعلم ركوب الخين والمبارزة مش بس هي كانت بني جسمه ضخمة لدرجة إنه الناس كانت تخاف منه كان عسكري من الطراز الرفيع مش بس هيك شارك في غزوات ضد المسلمين مش بس هيك كمان هو كان السبب في هزيمة المسلمين يوم أحد الالتفاف من خلف الجبل محاصرة المسلمين والسيطرة على الجبل كانت فكرته الموضوع بالنسبة له ما كان حرب إسلام وشرك وأصنام الموضوع بالنسبة له كان هو يحب الحرب ويحب قبيلته فيحب يفزع لهم كان رجل شجاع وذكي ويحب الحرب تخيل هذه الصفات كل يعتها مجتمعة شارك خالد بن الوليد بعدة معارك مع المسلمين كان أبرزها معركة موتار طب شو سبب هالمعركة ومين ينتصر وكيف صار أصلا خالد بن الوليد قائد في هاي المعركة هس راح نعرف سبب هالمعركة يا جماعة الخير هو أن الغساسنا قاموا بقتل رسول رسول الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر يقدبهم فأرسل لهم جيش من ثلاث آلاف مقاتل كان القائد زيد بن حارس من ثم جعفر بن أبي طالب ومن ثم عبد الله بن رواحة لملاقات جيش الروم الذي كان يقدر بميتين ألف مقاتل بعد أن استشهدوا القادي الثلاث مين رح يستر من قيادة؟ ومن غيره خالد بن الوليد سيف الله المسلول ففكر كيف رح يقدر يحافظ على جيش المسلمين مائتين ألف جيش المسلمين ثلاث آلاف مقاتل ففكر كيف رح يقدر يحافظ على جيش المسلمين فعمل بما يسمى الخطة الخالدية فإيش هاي الخطة؟ خلينا نعرف مع بعض بالبداية خالد بن الوليد خلى الخيل تجري في أرض المعركة طول الليل لحتى تثير الغبار الكثيف لحتى يقدر يخدع الرومان بأنه هنا قد مدد قد جاء إلى المسلمين من المدينة وغير ترتيب الجيش جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة لما رأى الرومان الصبح هاي الأمور ورأوا الوجوه اختلفت وشافوا الغبار الكثيف تهبطت معلوياتهم تماما وأيضا خالد بن الوليد جعل خلف الجيش على مسافة بعيدة منه بشكل منتشر وموسع على التلال مجموعة من جنود المسلمين فقط وظيفتهم يكبروا ويثيروا الغبار عشان كمان يوهموا الروم بأنه المدد قد وصل وبشكل مستمر من المدينة إلى خالد بن الوليد بعدها باليوم التالي بدأ خالد بن الوليد بالتراجع التدريش إلى الجيش إلى عمق الصحراء شعر الرومان أنه خالد بن الوليد يجرهم إلى كمين فترددوا في متابعته ووقفوا على أرض مؤتي يشاهدون انسحاب خالد بدون أن يجرؤوا حتى على مهاجمة أو متابعة يعني قذف الرعب في قلوب النصارى وقلوب الرومان وقلوب أي حدا بفكر هناك هب الرعب في قلوب القوات النصرانية المتحالفة مع الروم يعني مبارح كانوا يحاربوا ثلاث آلاف وما قدروا عليهم كيف لو حاربوا المسلمين كلهم أو كيف لو كانوا عددهم متقارب يعني في أرض المعركة عدد شهداء المسلمين كان فقط 12 شهيد من بينهم قادة الثلاث رحمهم الله جميعا بالرغم من شجاعته وأنه كان يتمنى أنه يستشهد في سبيل الله إلا أنه توفي في فراشه وترك خلفه إرث قيادي عسكري عظيم بصلنا إلى نهاية مقطعنا لليوم طبعا هذا أول فيديو إلنا بهذا النوع من الفيديوهات وأتمنى يكون أعجبكم أتمنى تزور كلنا الفيدباك تابعكم بالتعليقات بحيث أنه إحنا نتطور أكثر وأكثر ويعطيكم العافية لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ترجمة نانسي قنقر